ويبقى المهم والتحلي باليقظة والالتزام للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومواصلة دعم القطاع الصحي بمواجهة مع العمل على تنشيط اقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية والله انك كذب ملا وجهك يا ابو الكذبات لذا اطلقنا خطة طموحة لانعاش الاقتصاد ومشروعا كبيرا لتأميم التغطية الاجتماعية واكدنا على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة واصلاح مؤسسات القطاع العام السلام عليكم ورحمة الله تعالى مرحبا بجميع الاخوة والاخوات المتابعين على القناة قناتكم فسحة كلنا يعني شفنا الخطاب الملكي اللي هو كان عبارة عن نسخة معدلة من الخطابات السابقة ديال افتتاح البرلمان والدورة الشريعية ديال 2019 و 18 و 17 و 16 على قول الاخوة الدوح و انت غاديك تحسب و انا سبق و درت فيديو قبل من الخطاب الملكي و قلت لكم انه في الخطاب ديال هاد العام سيدعو الى ربط المسؤولية بالمحاسبة وهذا ما كان سيوبخوا البرلمانيين وهذا ما كان و يدعوهم الى ان يقوموا بكذا وكذا وهذا ما كان يعني كيفاش درت لها انا واش كان قرار الكف القاضي يوما فيها انها يعني هادش كول السياسة اصبحت في المغرب مجرد لعبة و اللعبة منين كتلعبها بشكل متكرر و دوري كتولي محفوظة و عارف الماليكاش غا يقول و عارف اني نفس المبررات و نفس اله كتولي هاد القضية مقروة سواء عند الناس اللي لعبين او اللي متفرجين و اي واحد غادي يحلل لك هاد الخطاب ديال محمد السادس و يشكره ولا يشكر واحد الجزئية منه و يطمعك في واحد الامل مزيف ديال ان المشاريع التي جاء بها سأتي بتغيرين ولا شي حاجة من هذا القبيل عارفو كداب و منافق مهما ادعى النضال و ادعى انه من الاحرار لانه يعرف مسبقا يعني تماما المعرفة ان حتى المشاريع اللي جاء بها هاد محمد السادس ديال التطيئة الصحية غادي تكون بحال مشروع الرميد اللي رصدت له ميزانية قدل خلاب المليارات و كل شي غبر كل شي ذهب هباء منطورة كل شي غبر في الكواليس و مشاط للمواطن المغربي الفقير غير ذيك البطاقة اللي هي عبارة عن ورقة لا تسمن ولا تغني من جوع حتى منين تسديها معاك للطبيب تمشي للمستشفات تقولوا لي كثير بدتل الساعة بخرا حصل ليك لان لباغي الخير في الميدان الصحة نقوله في البلاد للمواطن المغربي تبدأ على الاقل ببناء المستشفايات واصلاح المستشفايات وتجهيز المستشفايات وتعزيز طاقم ديال الاطباء والممردين ولكن احنا في المغرب المستشفى يا اما ما كيناش و اما كيفتحوا شي كوري ديال البقر و كيقول لك ها هي المستشفى ها الحيوط ما كين لا طبيب لا دواء لا فرميليات كين غير السيكوريتي دخل و دا وراسك براسك وكأن المستشفايات في المغرب يعني بحال ديك الكبسولة العجيبة يكفي يعني ان تبني الحيطان وتقول للناس دخلوا الدواء و الى يومنا هذا المغاربة تيسينوا ديك القوة الخارقة اللي غادي تعالجهم يعني بدون اطباء و بدون دواء و بدون جهيزات و القوة الخارقة اللي ما زال مجدش هي هاد الخطابات العام اللي جاءت تلقاه تيقول لك دابت زيان دابنديرو كدا دابنديرو كدا و احنا عام على عام و الاوضاع لا تتغير بل تزداد سوءا واحد الحاجة تانية يعني لحتفظ الخطاب ديال بينوكيو محضر عليها حتى شي واحد يعني كنقول يعني ان يكهادي تلت شهور و هم فرعين لنا راسنا بصاحب الجلالة يقضي اطول عطلة في التاريخ يعني و دخلصت تجلب كتاب قينيس يعني مع مرك اشتشي صاحفة يعني تتفخر بان حاكمة بلدها قضى اطول عطلة في التاريخ و دوز تلت شهور في الحسيمة و صاحب الخوض نجالة في اختهي ها هو شفته و لمشته ها هو في سبتاك يتصور مع المواطنين و المواطنين يقولوا يعيش و ها هو في اختهي في الحسيمة ها هو تيدير جيتسكي برغم ان تشي واحد ما شف هديك ها هو كتشوف غلي اختدايز ولا جيتسكي دايز عن بعد الكيلومترات و كيصور لك واحد اختدايز وتابعينه المماطر و تيقول لك ها هو المهم انك ان تلت شهور وهو تيتبحر وهو معط المعارس ولكن ما لاحظته انا هو ان وجهه باقي سفر يعني ما تبرونزة ما تحمر مما يعني ان الاخبار ديالها هو تيتسرى ها هو يالعزالة مجرد سلوكية اربط 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 سلوكية باركة 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 من الكذوب شوية يعني هذه ملاحظة يعني غير باش المرات الجاية منين المخابرات المغربية تجيوا وتكذبوا على المغربة يعني يبقوا عقلين على الكذبة اللي قلتو يعني و ما تنسوش منين تبغيو يعني تتخرجوه و تجيبوه لنا يتهجعلين لك الجوج و حرف اللي كتبتو له حمروه شي شوية باش يكون ذلك شي متوافق مع الكذبة عاد خرجوه لنا ملاحظة رقم جوج علاش القنوات الرسمية ديال دوزيم والاولى و ميدي اين عندهم جميع الفيديوهات تعليقات فيها مفتوحة بإمكانك بإمكانك أن تعلق بإمكانك الدير لايك بإمكانك الدير ديس لايك إلا الخطبات دير محمد السادس غير مسموح للمغاربة للإدلاء بآرائهم داخل هذه القنوات و خاصية اللايك و الديس لايك غير متاحة ربما البعض يعني ممكن يشوف أن هذا الأمر تافه ولا يستحق للتفات إليه ولكن في حقيقة الأمر القضية في غاية الأهمية لأن المعيار ديال رضا الشعب على الحاكم أو رفضه لحكم الحاكم أو خطب الحاكم هو هاد التعليقات واللايكات يعني بغينا نقيم إحنا المغاربة النيت واش فعلا راضيين ولمقتانعين بالهضراء اللي قال المالك خصوهم يعطونا الآراء دياله اليوم تكنولوجيا كتسمحنا أن المغاربة يعطونا الآراء ديالهم ولكن القنوات الرسمية ترفض أن تسمع لآراء المغاربة لأن هذا التعليقات من خلالها تعبر إما عن سخطك أو رضاك والدولة البوليسية المخزانية تعودت على شبه إجماع ديالزعماء رضا الشعبي على المالك وتصرفات المالك وخطابات المالك لأن جميع وسائل التعبير عن الرأي كان ممكن تحكم فيها سابقا أما اليوم وسائل التعبير عن الرأي ما شفت ديهم والمغاربة مؤخرا أصبحوا يعبرون عن سخطهم من خطابات المالك محمد السادس التي أصبح هناك عودبة شبه إجماع على أن ما يقوله لغة خشب وهي مجرد وعود كاذبة فانقلبت الآية وأصبح ذاك الرمز الذي أرادوه مقدسا مسخرة أمام المغاربة في التعليقات فما يعني ما لقوا ما يديروا لهم من غير أنهم يصدع لهم التعليقات باش الناس ما يعرفوش هاد الشعب واش راضي ولا ضد المالك ولا مع المالك باش ما يطروش على الناس ويبقى يعني غير هو ما تقوله يعني بلسان الشعب أن الشعب راضي تماما الرضا ويهضروا بفمك ويقولوا هادراء أنت ما متفقش معها وبناء أن عليك الهادراء تبنى السياسات وتسنى القوانين وتشرع الشريعات وتصرف الميزانيات ها هو دا بخرج كيقول لك أنه سينشئوا صندوق جديد بعدما جمعوطوهم على الصندوق ديال كورونا ودعمو به شركاته ودعمو به شركات أخناتو شو دا بقال لك غادي يسميه هاد الصندوق بسميته يعني مقبل منه كان هناك صندوق يعني صندوق الكواريت وصندوق ما عرفت أش صندوق سوداء اللي نصبح نحن دولة الصناديق بامتياز عمر الصندوق من فلوس الشعب ما يجي دور العام حتى يخوادك الصندوق والحسابات البنكية ديال الماليك وديال عشران الماليك كاتعمر كاتقونفلا منهم أخناتو شو اللي نشرات له مجلة فوربيس تقرير على أن التروى ديال أخنوش تضاعفت في هاد الشهور ديال كورونا كان عنده مليار وثمينمية ديال دولار وأصبح لديه ثلاثة ديال مليار وخمسمية ديال دولار في نفس الوقت اللي المغرب فيه يترنح وصندوق كورونا كيدعم كبريات الشركات ديال الماليك وديال أخناتوش وفي الوقت اللي فيه الماليك يلا شرق صر وفي الوقت اللي فيه الماليك سيقول أننا نعيش أزمة وهو نفس الوقت اللي عائلات محترمة مغربية تشردت في الشوارع حيث ترمب الأسرة فقد عمله والدولة ما عوضاتوش أو عطاتو واحد تعويض ما غينقلي حتى سنانه ومو الكرام ما صبرش وفي خطاب سابق يخرج تلقى أنه يخرج فيناينه ويقول لك أنا دعمت المغربة وما بقى عندي ما نعطي يعني هذا الصندوق علاش سماه بصندوق محمد السادس باش يجي يقول لك راديالي والتمويل منين غايكون 15 مليار ديال الدرهم التي أعلنه هو عنها والتمويل غادي يكون من ميزانية الدولة يعني من فلوس الشعب ولكن أنا وعشران اللي غادي نقرروا كيفاش نديرو الإنعاش وكيفاش غادي نهضو بالاقتصاد حيث احنا اصلا اقتصاد كله الشركات كلها شركات ديالنا ومعن التشيخ من دوحة خرفين يزيد يدخل مبيناتنا وشكون هي هاد الشركات اللي غادي تستفد اللي هي بطبيعة الحال شركات ديالو ديال عشرانو وما سماه هو بالمقاولات الصغرى والموتة والسيطة يعني ما غا يكونوا إلا شركات النواب البرلمانيين حيث دبا في المغرب يعني السياسة أصبحت هي أن تدخل الانتخابات وتربح واحد المقعد ثم تقوم بإنشاء شركة وبعدها يعني كتبدأ تدير شراكات مع الدولة بالشركة ديالك المشاريع لا تنجح والشركات ديال السياسيين تغتاني وكتدير لاباس رغم فشل المشروع سبحان الله كتفش المشاريع ولكن الشركة ديال السياسيين اللي متعقدة مع الدولة كتنجح وما لها كيديروا لاباس حلل وناقش يعني أصبح واحد النظام يعني معروف كيمشي عليه الجميع ومؤسس هذا النظام هو بينوكيو الكتاب صاحب أكبر عدد من الشركات اللي ديره أكبر عدد من الصفقات مع الدولة داخل المغرب وخارجه وبعد هذا الخطاب تأكدوا أنه سيختفي مرة أخرى وما غادي عاود يدخل في شي حاجة يعني جاء أعطاء طابع والضوء الأخضر دياله باش يديروا الصندوق وباش ينهبوا ويسرقوا من فلوس الشعب يعني تايخوا هاد الصندوق مرة أخرى مده بواحد تلت شهر ولا أربع شهر عاد تشوفوه وغا تغبر الأخبار عليه يعني إله درو عليه فاش غادي تنود الشي بالبالة ولا شي حاجة ديال الفساده هذا وغايقولك ترقبوا غضبة الملكية ترقبوا يعني إعفاء الماليك زلزال ملكي يعني يعني السياسة أصبحت تنتهج بواحد شكله هو دوري وبنفس الطريقة خطابات جوفة لغات خشب الوعود بمشاريع ملكية يعني يتم تمويلها من طرف أموال الشعب المغربي وتلك الأموال يعني تذهبوا إلى صناديق كتكون باسم محمد السادس أو تحت تصرف محمد السادس يعني تفلت تلك الصناديق وتبقى دار لقمان على ما هي عليه ولا يتغيروا شيء ثم يعني القروض ثم عوداني إنشاء صندوق آخر صندوق في صندوق والديون يعني تتراكم على المغرب والشعب المغربي لا زال في صوبة عميق وتأكدوا لكل من يطالب بالحلول فلا وجود لأي حل إن لم ينتفض الشعب المغربي ويقوم بإسقاط هذا الصنم الذي أنهك المغاربة وأنهك حياتهم وجيوبهم وشرفهم وكل شيء دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم السلام عليكم اشتركوا في القناة